سنحنا مع بعدينا والأول برنا الوحدين زيكم عاملين ايه وحشتوني جدا جدا النهاردة اول يوم في المدارس بالنسبانا احنا ابتدينا 3 و 4 يعني 4 فعاليا بقى كان فيروس وسليم الاتنين في المدرسة وسليم كان اول يوم دي في المدرسة في كي جي وان فبصراحة كان الحمس واخدنا كلنا ارقمت من الصبح بادري حوالي الساعة 5 ونص او 6 ودي حاجة عظيمة فخيمة اتمنى ان انا استمر عليها طول عمري ان انا اقوم الصبح ويومي كده يبتدي من بدري قوي يعني انا عادة يومي بيبتدي من بدري بس مش بدري قوي كده فاتمنى ان شاء الله يعني في فترة الدراسة قادر اسيطر على الموضوع ده وانتظم على ان انا اصحى في وقت صلاة الفجر فدعوتكو كده بدأنا اليوم ان انا دخلت على المطبخ طبعا جهزة اللانش بوكسات وبعد كده صحتهم واخدنا بعضنا وانزلنا الحمد لله الطريق كان كويس لحد بقى ما بتدين نقرب من المدرسة الدنيا كانت زحمة بقى موت يعني كل الناس رايحة في نفس التوقيت زينا عادي فيروس دخلت من بوابة وهنا بقى كان سوري فاك ان احنا هنقضوا ونمشي ان احنا مش هندخل فيعني الوقت كان منهار اول معرف ان احنا يدوب بس رايحين عند بوابة تانية ندخلوا المدرسة الحمد لله لنشكح رجع على وشه مرة تانية وهتشوفوا بقى كمية الحمس اللي سوري فيها دلوقتي عشان اول يوم في المدرسة عشان المدرسة اصلا ان هو راح للمدرسة فجأة الموضوع هيتقلب تماما يعني هتلاقوا بقى تعبيرات وشه بتتغير هم قلنا دخلوا معاهم وطمنوهم وكده نقعد معهم شوية لحد حتى ما يفطروا فعنا واكلوا تمام وبعد نخلص في طرق قال لنا يلا نمشي بقى نروح المدرسة يا حبيبي ما هي دي المدرسة مش عايز يقتنع اللي كان في دماغه انا معرفش طب ليه مش راضي عن اجواء الكلاس بتاعه وانا معرفش برضو المهم عدنا معا شوية كده نحاول نلعب ونلهي نعدل وقت الحد ما يقولولنا بقى تفضلوا بالسلامة ونصبولنا بقى صلي قولنا بقى نطمنوا ونهديوا قولنا بقى نتكل على الله نقولت له روح اتعرف على اي حد حبيبي قولوا من زيكم عاملين ايه ممكن نالعب معاكم كان بيقول لي قوللهم انت فاهميه فيش اي اعتباد عن نفس خالص المهم نشينا بقى وطبعا هنا الاغنية الرسمية بتاعت كل سنة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا بس الحقيقة احنا مكنش لوحدينا يعني اللي يشوفني كده وانا باكل بقى وريقى وفيقى خالص يا جماعة اللي كانت معانا انا كنت اهديها الحضانة بس هي كانت تعبانا عندها دور برده بسيط فاخت بقى يشد عليها او تعذي حد او كده ليه خلنا نقعدين في البيت بكرامتنا مش مشكلة نستحملها نستحمل الفرق بتاعها يلا خليها تتبسط وتتفسح وايه اصلا بتنشكح لما بتخرج معانا الواحدية فاخد اللقطة بقى فيش اخوتها مفيش حص مفيش بس غليها فبححس ان هي بتستمتع قوي لما ايه بتفلت معانا كده في اي خروج او في اي مشوار عنا فطرنا وشربنا بقى حاجة وياعني انا كان ورايا مليون الف حاجة تعمل في اليوم ده فما كنتش عايز تأخر بس في نفس الوقت نحاول على قده ونقدر نستمتع كده نغير جو يعني على الاقل نفتر برا يعني ده اضعف الايمان زي ما انت شايفين بقى الفرق اللي في الموضوع فوقنا ناخد بعضنا برضو بكرامتنا ونمشي المهم ما احنا ماشيين في الطريق صدقوني لو ما كانش السوبر ماركد ده في الطريق ما كنتش عدت عليه بس انا قلت بالمرة يعني من انه في طريقنا خلاص انا منزل اشتري لي كده شوية حاجات انا جبت حاجات بسيطة يعني كنت ناوية عمل كمان الكيكا دي جبتها وقلت عمل لهم بقى حاجة حلوة كده النهاردة بس يعني ملحقتش اصلا انت هتشوف اليوم قد ايه بجده كان زحمة وحدش يقول لي خدي منها السكتة عشان قد يكون شايفين رد فعالها هي كلها اسبوان ان شاء الله هتطعم وهاتطفتم هيحصل كل الان شاء لبزات اللي انتو عايزينها دي بس حقيقي الموضوع دلوقتي صعب وانا يدخلنا عطا طعيم فاكيد هنحاول نسكتها باي طريقة ودر اكشن وريد بعد اي مرة بندخل فيها اي مكان ونشتري اي حاجة فعادي نتجاوز الامر مع بعض عشان لسه قدامنا يوم طويل وانا مش عايز اي حاجة تقفني اشتريت شوية حاجات لما روحت بقلت لما رصوم كده في السريع بس طبعا مع وجود نيلي فالموضوع يعني بدل ما الحاجة بتاخد مسلا ساعة مسلا مسلا الحاجات اللي وراي لا الموضوع اخد ساعات يعني انا فجأة لقيت هبا انا المفروض ابتدي في الغداء عشان العيال جايين وعندنا تمارين وعندنا دروس وعندنا حاجات هننزل لها فالمفروض نخلص فقرة الغداء دي في البدري عطا رص كده في الحاجات واحط لي غسلة من هنا واعد لعبها شوية من هنا يعني بحاول امشي الدنيا عشان هي مكيتش عايز اتنام خالص فالله واقع دالي بقى فكنت بحاول ان انا لعبها كده شوية بطلع لها حتى الالعاب اللي هي مش مسموحة ان هي تلعب بها في اي وقت غير وانا معاها وفوق راسها عشان الحاجات زي انتوا عارفين بتبقى غالية ولو قطعة ضاعت خلاص اللعبة بازت فلا مش مستغنية بصراح فكنت بالعبها شوية لهيها شوية واخلص اللي ورايها شوية النهاردة اخترت اكلة سهلة وبسيطة جدا شوية شاورمة لحمة عملت لهم شوية رز بس انا كنت نوية يعني ناكل انا وليد بالعيش واصلا لما يعني ابتدت ان انا اغرف لهم عجبهم او حوار العيش داي يعني ايزا قال لكم الرز اصلا اكلهم علقتين كده بالعافية في التوقيت بقى ان انا كنت بعمل لهم في الغدا كان وليد راح جاب صليم من المدرسة كان مصورهولي بقى اللقطة الاولى وهم قلولي يلا حبيبي مروح فيعني لا يعني هو اتبسط الحمد لله بس كان مغضوط كده شوية في الاول بس الاولاد جون بقى فقلت لما ادول اول اكل اطمن على اكلي بنفسي معلش يا جماعة هم حاجة ان احنا نتزوق الاكل شوية الشوارمة بجد كانت خطيرة يعني بص انا هنا بدوق اهو بقى يعني بشوف كده الطعم ايه لا حلوة لا حلوة بقى بجرب اهو تاني اهو لا جامدة جامدة انا تسلم ايه دي حلوة اهو كنت محبشها حلو يعني المهم هنا بقى نيلي اللي قادر علينا كلنا اللي بتجيب اي حد من شعره بيكتن من الكتب اللي انا شايله من ايام فيروز يعني بقى له فوق السبع السنين جت هي قطعته في ثانية هي كانت خايفة من الشكل اللي جوا بيفتح كده زي شكل ثري دي انا نفسي خايفة ايه ده ايه الموظر الغير اعدامي للاطفال ده هو كل صفحة بتقلبوها بيظهر شكله فهدش يقول لي اصلا جابوهم منين لانها طبعا مش فاكرة بقول لكم من عمر فيروز كنت بزاك اللي قى في نفس الكتب بشوفوا محافظة عليها بقى لي سبع سنين جت لولا غفلت عنها ربع ثانية قطعته المهم احنا لسه يومنا مخلص اسيسا يعني كان عندنا درس وكان برضو شوية سبلايز كده نقصين لسوني انا كنت يعني كنت كتبة في السبلايز بس كان فيه كم حاجة مكتش يعني ما لقيتهمش في المكان اللي انا رحت جبت منه السبلايز قبل ما درسة ابتدي اصلا ونسيت بقى اجيبهم يعني الحوار بقى تنسب فلما درسة ابتدت افتكرت بقى ان الحاجات دي كنت نسيئة فطبعا نزلت اشتريها عشان مش هنديهم اكيد السبلايز نقصين لازم نكملها يعني نزلت اكملها وكده جزت بقى بالسريقة كده لولا طبعا لازم تشارك معنا في الفقرة دي هي بتتجنن لما بتلاقيني بدخل وقفل عنافسي بقى بالقوضة او وقفة قدام التسريحة لازم تشارك معنا يعني بس يعني احلى لولا والله انا كنت بقى يا بديك وبوص لقيتها بتدي بوصة معي فقلت لما بوريكم انا نزلت وتقريبا انا فاصلة بقى كلينيكيا يعني خلاص بقى تحسوا انها يرقاكش انا نايمة اساسا يا جماعة وبحلم دلوقتي خلاص لقى بجد يعني صحيح من بدري قوي وما فصلتش وحست ان انا خلاص بقى مغيبة كده عن الوعي امتى بقى امتى اليوم يخلص عشان كده كتير رحنا بقى مكتبة كده عندنا في المدينة اشترينا شوية حاجات وطبعا دبسوني في شوية حاجات غير اللي المفروض ان انا جابها بس مش مشكلة وروحنا مشاء الله عليهم من اول يوم طلبين هومورك وحاجات فعالنا نعمل شوية في هومورك كده وبس ويومنا خلص ده كان اول يوم في المدارس احكوه لانتوا وطمنوني عريكو عملتوا ايه في اول يوم وان شاء الله استنوا بقى روتينات قوية جدا فترة اللي جاية وفلوك زي كده مختلفة وقلولي رأيك كمان في فيلواج النهاردة كل سنة وانتوا طيبين سلام